مضخة السوديوم بوتاسيوم مضخة السوديوم بوتاسيوم هي آلية نقل النشطة حيث ترتبط ثلاثة أيونات سوديوم بقناة البروتين ويوفر جزيء ATP الطاقة لتغيير شكل القناة وهذا بدوره يقود الأيونات عبر القناة تبقى مجموعة فوسفات واحدة من الـ ATP مرتبطة بالقناة ويتم إطلاق أيونات السوديوم على الجانب الآخر من الغشاء أي خارج الخلية والشكل الجديد للقناة لديه درجة توافقية عالية لأيونات البوتاسيوم فيرتبط اثنان من هذه الأيونات بالقناة هذا الربط يسبب تغييراً في شكل قناة البروتين مرة أخرى وتغيير التوافقية هذا يطلق مجموعة الفوسفات على جانب السيتوبلازم يسمح هذا الإطلاق للقناة بالعودة إلى شكلها الأصلي ونتيجة لذلك يتم إطلاق أيونات البوتاسيوم داخل الخلية للقناة في شكلها الأصلي درجة توافقية عالية لأيونات السوديوم وعندما ترتبط هذه الأيونات مرة أخرى بالقناة فإنها تبدأ دورة جديدة الميزة المهمة لهذه المضخة هي أن أيونات السوديوم والبوتاسيوم تتحرك من المناطق ذات التركيز المنخفض للأيونات إلى المناطق ذات التركيز العالي وليس العكس حيث تنتقل أيونات السوديوم من داخل الخلية وهي المنطقة الأقل تركيزاً إلى خارج الخلية وهي الأعلى تركيزاً بينما تنتقل أيونات البوتاسيوم من خارج الخلية الأعلى تركيزاً إلى داخل الخلية الأقل تركيزاً وبهذا يمكن القول إن كل أيون يتحرك ضد تدرج تركيزه مما يعني بالضرورة أنه لا يمكن تحقيق هذا النوع من الحركة إلا من خلال الاستهلاك المستمر لطاقة جزيئات ATP ترجمة نانسي قنقر